مرحبا بكم من جديد للتعرف على طريقة ضبط قياس هذه القطعة لدعم هذا المسناد في الحلقات السابقة رأينا طريقة تصميم هذه القطعة البلاستيكية وفي هذا الفيديو النهائي قمنا بتجريب هذه القطعة مرات عديدة لمشاركة محتوى يكون مجرب ومضمون 100% هنا قمنا بتغليف هذه القطعة البلاستيكية وإعادة تركيبها باستعمال براغي التي تمكننا من إعادة القياس وإزالة هذه القطعة مرات عديدة للتمكن أو للوصول للشكل المثالي من ناحية الجمالية ومن ناحية قوة التحمل وهذا ما سنراه في هذه المراحل التي يمكنك اتباعها باعتماد مهارتك الخاصة سنقوم بإعادة تركيب هذه القطعة التي قمنا بتغليفها بالبراغي دائما ترجمة نانسي قنقر هنا يمكننا ملاحظة التنسيق الموجود ما بين الشكل واللون للمكونات الآن سنعيد التجربة مرة أخرى بقطعة تكون أكثر دقة وسنقوم بتجربها كذلك من ناحية الشكل وقوة التحمل بالنسبة لهذه القطعة تم تصميمها لكي تغطي البراغي ويكون شكل هذه القطعة أكثر ملاءمة بالنسبة لللون وكذلك للأشكال الانسيابية الموجودة في هذا المسند والقطعة الأخرى قمنا بإضافة هذه القطعة لتفادي الاحتكاك هنا الشكل كان ملائما جدا ولكن قوة التحمل كانت ضعيفة لذلك قمنا بتقوية هذه القطعة بإلصاق قطعة أخرى بلاستيكية لتقويتها حيث كان الشكل ملائما للوظيفة بلغة فن التصميم أو الديزاين دائما تبقى مهارتك الخاصة حاضرة للتفاعل مع هذه القطعة وقياس ما يمكن قياسه وكذلك إتقان طريقة الإلصاق والتغليف بهذه الطريقة ولا ننسى الحلقات السابقة التي تظهر لنا طريقة تصميم هذا الشكل الدائم قمت بتتبيت هذه القطعة بهذا الشكل ولكن كانت العملية فاشلة وقمت بإعادة تتبيتها بالطريقة التي سنراها لاحقا هذا هو إعادة التتبيت بالشكل النهائي والصحيح والفعال والذي يمكننا كذلك من إزالتها بسهولة عند الحاجة هذه هي الطريقة باستعمال سلك عادي بهذا الشكل حيث يمكننا إزالته عند الحاجة وهذه القطعة ستغطي مكان التتبيت لكي نحافظ على الجمالية وبالتوفيق للجميع ليصلك الجديد لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس وضغط اللايك وشكرا لكم